بيت الخلافة قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الأركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجدان بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أنشطة جديدة لحضرة أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصر عزيز لهذا الأسبوع ويشرفنا أن نقدم لكم مقتطفات من لقاء حضرته نصره الله بأعضاء فريق الإسلام.org بالإضافة إلى ذلك فقد ترأس حضرت أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصر عزيز الأسبوع الفائت الفقرة الختامية للجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في جانا أما الآن نبدأ وخبرنا الأول بلقاء يوم السبت حيث ألتقى أمير المؤمنين نصره الله بأعضاء فريق من الموقع الرسمي للجماعة الإسلامية الأحمدية الإسلام.org يوم السبت الماضي تشرف الفريق المشرف على موقع الإسلام.org بلقاء حضرت خليفة المسيح الخامس لقد سافروا خصيصاً من أمريكا وأوروبا لحضور اللقاء الذي عقد في استوديوهات MTA في إسلام أباد بدأ البرنامج بتلاوة من القرآن الكريم وبعد ذلك تم تقديم العروض التقديمية التي استعرضت بعض التحديثات الأخيرة التي عمل عليها فريق الإسلام سبحان أشهر هم ديمو کر رہے بأنه يتعلقنا نماشي بأنه يتم إدد بوردنا. يجب أن نمج لنا بعد مصرين مع تقويا. نعم ، نعم ، يجب ادعونا هذا الاء. نعم ، نحن نخلق بجانب التقوية. نعم. صحيح نعم في جانب التقوية. لهما نعم بالنسبة والآبونا برجاء والمثال التقوية. نحن نتطلب من تقوية التقوية لفريقية التقوية. بلد في كتبان التقوية نتوقف الأفضل. هذا وهو اللذي أحضر نحن بيديد فرصة الكتابية. حتى يبحى هفيا بالتصرف喝ي publicity الأس MAYOR زالت المترجمة في القرة رائعي اليست وهي الحديث على갔 الجانب التصرف السي unit ثمان يكن ست celebrar الشيطان كمiana يرجع المرض parked بتحردون ولكنزけれē ولكنزان ت يترك كم بكر مور دور في مورقی ترتبان مع كشفير في المهم والامل in which the verse is found. This makes it very easy for a user to see how the author builds of their argument by means of the Holy Quran. WUNDAY صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في المقابل على كل طبيبات عن المدية أو في القرآن ، أو في العليقران أو الحديث اذا ما أجب أن يجب أن تفضل أي رفع آخر فإنما يجب أن يجب أن يجب أن تفضل الى المدية سوف تفضل أفضل عن كل طبيبات سنطر أفضل So whenever a verse of the Holy Quran is clicked anywhere from a book, article, Friday sermon we'll now reveal a verse explorer so users will be able to see a quick translation along with the associated topics about the verse they could also see any commentary entries along with the relevant class and we'd also show verse citations where users يمكن أن ترى أين في الإسلام هذا المتحدث عن هذا المتحدث عن هذا المتحدث. كذلك، هذا يصبح مختلفة جديدة كتابة. هل هذا المتحدث؟ توبه استخبار إذا كنت ترى الإسلام على الإسلام، على المقارب 2، على المقارب 184 توبه استخبار 266 في هذه الكتاب ثم نجات على المقارب 2، 195 نجات بالنف 사람 نجات بالنفرور في عردو من الخصوص and ف pantheة و الشترك فهذا Everybody we have been relying on google to provide the search results in running Pa gun however the results have been incomplete so for example if I search our current search engine if I search team brand it only gives me four results from all the running sign which we know is incomplete by using the new search engine that the team has built I will search Taqwa again and it gives me 437 results in 71 books. We see all the books where this word appears with one snippet showing up. I can expand the results by clicking Mazeed Nataich and it will show me all the sentences or snippets which has the word Taqwa used. You mentioned that there were search issues and we have been working on fixing those searches in the Holy Quran. We have instructed the book last time, Al-Mujjim, Al-Mufairas. We have utilized it and we found out that the Arabic words are only in the text of the Quran. But in Arabic we can write it in a different way. For instance, we can write it in a lot of alif. but in the Quran it is written as a calf with a small part. So, there is a lot of changes between the calf and the hay. For instance, if the calf is written in a lot of alif, then it should be written in a small part. In Arabic there are different ways to write it. There are some ways to write it in a baghdad, there are some ways to write it. The people visiting alislam.org are largely visiting the following pages. Over three million people visited last year. Al-Islam's Quran pages are the most popular part of the website. There is a lot of digital data in Islam. I was asked to ask, in case of some global catastrophe, how can we protect this data? This is a technical man. You are, I don't know. I am not a technical person. You have to preserve it. Where? You have to save it. We have to keep it in different places. For example, we have put it in the Quran literature. I have put it in two, three different countries. The Quran record was in the Quran record. The Quran record was in the Quran. Or the MTA. It was in Africa and North America. We have put it in some places. or even some other places. we have to save some places. We have to save some places. We have to keep it in some places. And we have to keep it in some places. Then you know that better than me. وعند انتهاء اللقاء أتيحت الفرصة لفريق موقع الإسلام لالتقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين الله أفز وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اختتم أمير المؤمنين نصره الله الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في غانا ترأس حضرته الفقرة الختامية افتراضيا من قاعة مسرور في إسلام أباد بينما تجمع أكثر من تسع وثلاثين ألف أحمدي في موقع الجلسة في حديقة أحمد في غانا وقد أقيمت الجلسة السنوية بغانا هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجماعة الإسلامية الأحمدية هناك بدأت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم ثم قصيدة ثم ألقى أمير المؤمنين خطابه على الحاضرين The blessed seed planted a century ago in Ghana attesting to the truth of the promised Messiah Al-Islam has flourished and borne countless fruits. Certainly the Alhamdia Muslim community is now well known in every part of Ghana. In fact if you meet a Ghanian in any country even if they are not Ahmadi they invariably recognize and know the Alhamdia Muslim community and hold it in high regard. Where the Jamaat in Ghana is furthering the cause of Islam through tablir it has also established schools, colleges, hospitals and other vital services which have long been a means of outstanding service to the people of your nation. Accordingly as you move forward you must pay close attention to your duties and appreciate that. Where reaching your centenary is a means of happiness for you it also places a heavy weight of responsibility upon your shoulders. It must not be that having reached this milestone you now sit back and relax. Rather as the Ghana and Jamaat enters its second century it is the duty of every Ahmadi to strive earnestly to ensure its continued progress and prosperity. You must endeavor to convey the message of true Islam to every single person in your country. Seek to win the hearts and minds of your people through love and compassion. وخلال الخطاب شرح أمير المؤمنين نصره الله الشروط العشر للبيع بقدر كبير من التفصيل وبين كيف ينبغي أن تكون بمنزلة قاعدة للسلوك بالنسبة للأحمديين. The Holy Prophet ﷺ said, O servants of Allah, be brothers to one another. A Muslim is a brother to another Muslim. He cannot harm his brother nor can he humiliate him and nor can he think lowly of him. After that as he indicated towards his chest, the Holy Prophet ﷺ said three times the righteousness lies here. It is evil for a man to think lowly of his brother. The blood, property and honor of every Muslim are unlawful for another Muslim. It is of the utmost regret that despite being the direct recipients of these teachings, Muslims and their leaders in many Islamic countries are cruelly targeting one another and treating each other as enemies, all in the name of Allah and his Messenger ﷺ. Often only for the sake of preserving their political power and vested interests, Muslim governments and their leaders engage in barbaric cruelty, transgress all limits of justice. Hence all of you participating in the Jalsa should sincerely pray for an end to oppression and injustice and for true peace to prevail in the world. I pray that instead of your children and future generations being influenced and inspired by the West, may the world come to look towards Ghana and the African nations as beacons of justice, truth and morality based, inshallah, on your nations being at the forefront of accepting Ahmadiyya and bringing about a true spiritual revolution in the world. If this occurs, the sincere Ahmadiyya of Ghana and other nations will walk upon the path of spiritual salvation and will be the means of saving the future generations of the world, inshallah. And they will be the ones who play a great role in saving the world from the turmoil and the horrific cycle of immorality, conflict and godlessness in which it is submerged. وبعد الدعاء الصامت الذي أمه أمير المؤمنين، أنشد الأحمديون في غانى الأناشيد والقصائد الحماسية. موسيقى 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 هذه المنسبة قليلا اعتقد أنني لا إستم فيها شعركي أ nuoك بشكل فيها و يمكن أن يشعرك أن تشعرك و أسألنا ال هواتفكم من المقاعدة لنظمك العهد من 40 أصدقال يومنون من المقاعدة ولكن هذا هو coopسب القليلاً هذه علمت الثقراتات cube وأنتظر أن يكون لديهم ملعا ما يكون لديهم ملاحكا الشعر الكvارنة المقاعدة والمقاعدة في الدجاجسة عليها لأنه مصرورة مصرورة تتعيني على قناة مصرورة إنه مصرورة شكرا جدًا يبدو أنك تتقليل جيدًا مصرورة هنا المصرورة حالي هي there in 1,333 and 300 africans are present here I am correct were you able to listen to my speech or not? the way you are showing your gesture يبدو أنك لم تستطعوا للمكتابة حضور حضور نحن نستطعوا للمكتابة جمعاً ونحن نفهم ونحن نفهم كل جاتب كل جاتب ونحن نفهم ونحن نفسنا حضور حضور الله أفز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ذلك بعضاً من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنص عزيز في الأسبوع الفائد أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مجيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الأول من شهر مارس آذار الجاري حيث تابع الحديث عن شهداء غزوة أحد وقال لقد ورد عن تحريم النياحة على الموتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال لكن حمزة لا بواكية له فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئن يبكين على حمزة فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم وبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة على الأموات لقد راعى صلى الله عليه وسلم عواطف نساء الأنصار فبدلا من منعهن من البكاء على أزواجهن وإخوانهن مباشرة صرف انتباههن إلى حمزة أولاً أي وجههن إلى أن مصاب القوم كله مصاباً جللاً وكان أكبر حزن للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قدم أسوته ناصحاً إياهن بعدم البكاء والنياحة على حمزة ونصحهن بالصبر يقول حضرة ميرزا بشير أحمد كان من شهداء أحد مصعب بن عمير وكان أول المهاجرين حيث جاء إلى المدينة داعية في أول العهد كان في زمن الجاهلية أحسن شباب مكة لباساً ووساما وكان يرفل في النعم ولكن حاله هذا قد تبدل تماماً بعد إسلامه فقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ذات مرة ثوباً مرقعاً فذهب وهله إلى زمنه السابق حيث الأناقة والوسامة فبكى عندما قتل مصعب يوم أحد لم يتوفر له ثوب لتغطية جسمه كاملاً فقد جاء في رواية كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر وكما أبل الرجال بلاء حسناً يوم أحد فإن المسلمات قد قدمنا خدمات بارزة عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانها في أفواه القوم ولكن من النساء من قاتلنا العدوة كأم عمارة التي تصدت لابن قمئة بلا خوف وضربته ضربات كثيرة حتى انسحب عن أبي مسعود أن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في نسوة تستروح الخبر ولم يضرب الحجاب يومئذ حتى إذا كانت بمنقطع الحرة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي لقيت هندا بنت عمر بن حرام أخت عبد الله بن عمر بن حرام تسوق بعيرا لها عليها زوجها عمر بن الجموح وابنها خلاد بن عمر وأخوها عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر فقالت عائشة عندك الخبر فما ورائك فقالت هند خيرا أما رسول الله فصالح وكل مصيبة بعده جلل وخرجت أم أيمن يوم أحد لسقاية الماء ومداوات الجرحة ولما رأت فرار الرجال في المعركة كانت تحث الترابة في وجوه الذين فروا وتقول لبعضهم هكا المغزل وهاتي سيفك ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف لما رأت الناس تفر من حوله ثم اتجهت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطلع أخباره حتى اطمأنت على سلامته وبينما كانت هناك إذ بسهم حبان بن العرقة يصيبها فانكشف عنها فضحك ضحكا شديدا فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناول سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه سهما لا نصل له وقال له ارمي فأصاب السهم نقرة حبان فوقع مستلقيا وبدت عورته فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه وقال استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك وكذلك خرجت أم عمارة يوم أحد وزوجها زيد بن عاصم وابناهما رضي الله عنهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله أهل البيت فقالت له أم عمارة ادعو الله أن نرافقك في الجنة فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فقالت ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا كانت هذه شجاعة الصحابيات وقد رأينا الدنيا حقيرة أمام التضحية في سبيل الله ثم أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصل الغائبة على المرحوم السيد غسان النقيب من سوريا وعلى الشابة نوشابة من بريطانيا التي توفيت في حادث والسيدة رضي سلطانة من ربوة والسيدة بشرة بيغم من لاهور والسيد رشيد تشودري من النرويج وذكر نبذة من حياتهم ودعا لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العنوين الظاهرة أسفل الشاشة وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة لكم منا أطلب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة